بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم حلقة جديدة من الرومنتادة على شاشة قناة المحور أكيد لسه متابعين متابعة جيدة جدا لبطولة كأس الأمور الأفريقية كوندفوار عشرين أربعة وعشرين وهنبدأ النهاردة قبل ما رحب بضيوفي كان طبعا كان فيه مباراة مهمة جدا كان بما بين كوندفوار صاحب الأرض ومالي انتهت اتنين واحد وحصل فيها بعض المشكلات في الدقائق الأقيرة مع حكامنا الدوري محمد عادل دعونا نرحب باثنين من ضيوفي الكبار اتنين من المحللين المتميزين اللي بنتمحهم عبر الفضائيات في مجال طبعا التحليل الرياضي المحل الرياضي أحمد مصطفى حبيب كابتا محمد وبسوط جدا أنا معك ومع بلال وإن شاء الله نقدم حلقة مميزة لكل مشاهدي قناة المحور ورومنتاد بلال محسن واحد من حلالين المتميزين براحب بك حبيب كابتا محمد أنا السعيد أن أنا معك ومع أحمد وإن شاء الله بإذن الله تبقى حلقة مميزة يعني نغطي فيها كل الأحداث الرياضية بإذن الله نتعملين ما شاء الله سنائي وانتوه وخير حاجة جميلة كميله على كده إن شاء الله بإذن الله أحمد كوتفوار ومالي ودعم أنت يعني أنت ملك التوقعات ودويشنا أنت التوقعاتك على الفيسبوك كنت قلت من يومين وقمت من سنة وقلت بتاع وصدقوني وأنا سبب كتير يعني قولي كنت متوقع كوتفوار ولا كنت متوقع مالي كنت متوقع كوتفوار من بعد مباراة السنغال كوتفوار طبعا يعني بعد حي التاني من مباراة استفاق طبعا وكوتفوار فيه قرار تاريخي اتاخد في البطولة خلى كوتفوار وصلت لمربع زهبي هو رحيل المدرب اللي كان مسيكم في دور المجموعات طبعا وأعتقد رحيله كان ليه دور مهم جدا فيه أن كوتفوار توصل لمربع زهبي وشاف أن كوتفوار بالرغم أن النهار ده مالي قدمت مباراة كبيرة لكن كوتفوار بتلعب بروح الشعب يعني برغم أنه هم تحس أنه مفيش شكل في الملعب كويس جدا لكن هم كسكوات مش دور كوتفوار بتوع زمان هم كسكوات جوا جدا وأعتقد المنتخب ككل مميز جدا لكن أعتقد أن الأداء السيء في دور المجموعات خلى كوتفوار كانت على وشك الخروج لكن طبعا بعدما رجعت من بعدما كانت خلاص على وشك الخروج أعتقد كوتفوار بتقدم أداء مميز جدا وبتلعب بروح كبيرة جدا في الملعب والنهار ده المنتدى اللي عملوها طبعا بعدما كانوا خسرانين أمام مالي وضربة جزاء مالي بتضيعها فأعتقد كوتفوار تستحق الوصول للمربع زهبي وتوقع وصولها للنهائي بلال يعني يمكن طبعا كبير محمد المباراة شهدت أحداث كثيرة طبعا منتخب كوتفوار تأثر بحالة الطرد في ديات 43 ولعب منقوص يمكن حارس المرمى أعاد المنتخب للحياة مرة أخرى بتصدي يعني حارس المرمى فوفانا وفوفانا اللاعب كمان كان مساهم بدور كبير جدا في هدف الفوس فالنهار ده كان يوم فوفانا في منتخب كوتفوار يعني فوفانا تألق في التصدي اللي رقلت الجزاء كانت نقطة تحول كبيرة للمنتخب الإفواري على الرغم من رجوع منتخب مالي بعد كده وقدر أنه يتقدم بهدف من أجمل أهداف البطولة هدف نيني لعب وسط منتخب مالي اللي رفض يحتفل بالمناسبة لأنه هو من أصول إفوارية يعني ورفض يحتفل أمام منتخب كوتفوار ولكن منتخب مالي ممكن نحما تتكلم عن الجزئية اللي تخص منتخب كوتفوار أنا عايز أتكلم عن مالي شوية مالي بيضم أفراد على مستوى الأفراد لعبي مميزين جدا ولكن يفتقدوا للشخصية يعني منتخب مالي ما قدرش يحمي الفوز بتاعه على الرغم أنه بيلعب منتخب عشر لعبين وعلى الرغم من تقدمه في المباراة ما قدرش حتى يوصل مع منتخب كوتفوار بالزبط ومعندهمش القائد يعني لما تيجي تبص في المجموعة بتاعت منتخب مالي ما عندهمش يفتقدوا القائد داخل الملعب ما عندهمش الشخصية الكبيرة غير كده كانت مالي ممكن تروح بعيد في البطولة دي وده ما ينفيش أن المنتخب مالي واحد من أفضل المنتخبات البطولة الحالية أحمد اللغة اللي حصل على الضربة الركنية في آخر دقائق المباراة مع محمد عادل واللي حصل واللي شفته والكر والفر والأمور اللي دائما المفروض منشوفهاش فيه البطولات الأفريقية الكبيرة والله كابتا محمد شايف أن كابتا محمد عادل قد المباراة كبيرة جدا 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 واستحك الإشادة وشايف أن الدرب الركنية حتى لو يعني الأطراض عليها كان كده لكن شايف أنها كانت كرة ما فيهاش أي مشكلة خالص وكانت عادية وهو قرر فيها بالنسبة لي كنت شايف أنه قرار صح لكن بشوف أن كابتا محمد عادل أدار المباراة بذكاء شديد جدا وقدرها بطريقة مميزة وشوف أن المباراة يعني راحت برغم النقطة كمان طرد لعيبة من كوتيفوار فأعتقد أن كابتا محمد عادل يستحق الإشادة ومباراة ما شفتش أن مالي زي ما بلال قال كان في الوقت الكوتيفوار فيها يعني خلاص يعني بعدما كانوا خاصة 1-0 كان لازم ينقضوا على المباراة ويقضوا على كوتيفوار تماما وهنا دايما بقول اللي بيعود بعد جرح كبير جدا تخاف منه وهم عاملين زي الأسد الجريح اللي خلاص بعدما مات يعتبر حية تاني فأعتقد كوتيفوار أي منتخب هيقابله عامل زي المنتخب الجريح اللي هو بيحاول أي فرصة هيستغلها زي النهاردة وإيه اللي يعمل المنتخبه كبير جدا طبعا نرتفع مع أحمد ويمكن سيناريو غريبة كابتا محمد من تعادل موزنبيق يمكن هدف التعادل اللي أحرزه منتخب موزنبيق في الـ 94 أمام منتخب غانا غير خريطة الكرة في البطولة وغير خريطة الكرة حتى في أوروبا يعني يمكن ويليامز لعب منتخب غانا رجع بعد الخروج الإفريقي وعاد ليقصي برشلونة في بطولة الكأس مع فريقه يعني تعادل موزنبيق خلى غانا خرجت خلى منتخب مصر صعد كأفضل تواني بدل أفضل توالت وخلى كوتيفوار كمان صعدت زي ما أحمد قال يعني ودائما السيناريو اللي كله بيتكلم عنه دلوقتي يقولك لا يوجد أخطر من رجل عادة من الموت فهو دا كوتيفوار فعلا حد كان مستني على أعصابه حد آخر دقيقة في مباراة منتخب مصر الأخيرة ولكن أهداء المنتخب الموزنبيق يتعادل يعني أعادوا مرة تانية للحسابات ويعني استغل الفرصة زي ما أحمد قال أخذوا قرار تاريخي طبعا بإقالة المدير الفني واعتمدوا على المدرب المساعد اللي هو أصلا جنسيته إفوارية وإدري يلم الشام لمرة تانية طبعا مع الجهد الكبير اللي عمله ديديد رجبة من خارج الملعب مع المنتخب وأنا أعتقد أن كوتيفوار مش هيبقى مطلوب منه حاجة أكتر من كده يعني هو وصل مربع زهبي بعد مكان خارج البطولة فلو قدر يوصل فينال فده إنجاز مقدرش ولعب ثلاث ورابع برضو مش وحش جنوب أفريقيا والكابفيردي يعني في الأمطار الأخيرة من المباراة شايف ممكن تروح فين؟ يعني هتروح ضربات الجزاء في الوقتين شبه بعض قوي وكابفيردي وجنوب أفريقيا بلعبه بطريقة المنتخبين مميزين في إنهم عندهم تجانس كبير جدا في الأفراد اللاعبين فمشوف إن منتخب كابفيردي عندهم لعبة كلها بتلعب كورة على الأرض جنوب أفريقيا نفس الكلام هو حاجة اللازم أشيط بها جدا منتخب جنوب أفريقيا لازم أشيط به في نقطة مهمة جدا منتخب جنوب أفريقيا فيه ثمان لعبين بلعبه سانداونز لعبوا قدام المنتخب المغربي وهما الأقصر المنتخب المغربي وده يبين إن المدرب طبعا جنوب أفريقيا كان زكي جدا في إنه هو لعب على نقطة التجانس يعني أعمل كمان سواتش هما كمان اللقصوا الوداد في الكاسر المغربي مظبوط في دولة سوبرليجة مظبوط فمتكلم في إن التجانس مهم جدا في كورة الكادم فهو اعتمد على التجانس وبشوف إن الجنوب أفريقيا لعب بزكاء شديد جدا وكمان حاجة مهمة جدا المنتخب والمنتخب اللي هيوصل للمغربي النهائية أو المنتخبات اللي كملت للمربع الزهبي هي اللي بدفع كويس المنظومة الدفاعية سبب من أسباب وصول المنتخبات للأدوار النهائية وده الكرة اللي اتغيرت فأعتقد في أفريقيا بس في العالم بغض نظرا من فيه منتخبات ظهرت زي كاب فردي اللي بشوف إنه بالنسبالي هو الحصان الأسود للبطولة ومازال مكمل وأعتقد إنه هو ممكن يوصل لحساب جنوب أفريقيا في ضربات الجزاء ومعاملنا هو يتابعونا لحظة بلحظة أعتقد إن المنتخبين مقدمين أداء مميز في طول البطولة ويستحقوا طبعا إن أي منتخب منهم يوصل للمربع الزهبي بلال من المكاني ده في البرنامج دايما قلت إن الخريطة في قرط القدم الأفريقية بتتغير سواء على مستوى الأندية وأيضا مستوى المنتخبات شايفين منتخبات نشأة زي مقال أحمد زي الكاب فردي أنا معجب بالتجربة المورتانية معجب ببعض الفرق الموجودة في القرار الأفريقية وضغرت فيها طريقة اللعب إيه سببها؟ مقارنة برضو هرجع لك كما في السؤال ده مقارنة بالمنتخبات العربية الكبيرة أصحاب الأسامي الكبيرة مصر المغرب تونس الجزائي يعني يمكن يا كابتا محمد البطولة دي بيميزها شيء مهم جدا إن معظم المنتخبات اللي وصلت للأدوار المتقدمة في البطولة منتخبات كانت اعتمدت في الأساس على الكرة الجماعية واللعب الجماعي غاب في البطولة دي منتخب النجم الأوحد يعني يمكن الانتخبات اللي اعتمدت على لاعب مثلا بقيمة زي محمد صواعق هتوقف معك عندي الجزئية دي فعلا المنتخبات الجماعية بالضبط آه يعني يمكن دي اللي ميزت المنتخبات اللي زي ما كنت بتتكلم منتخب كابفيردي منتخب الكنغو كمان عامل تجربة رائعة مع سبستيان دي سابر اللي كان بيطول تدريب الإسماعيلي وتصدر الدوري بالمناسبة مع الإسماعيلي فالمنتخبات اعتمدت على الكرة الجماعية في شكل الفريق الأول ولكن لما ترجع ليه المنتخبات دي وصلت للشكل ده أو ليه اتغيرت الخريطة هتجد أن المنتخبات دي اعتمدت في الأصل على الناشئين الصغيرين يعني منتخب زي كابفيردي عنده 14 لعب موليد أوروبا فاللعبين دول اتأسسوا بشكل كويس جدا قدروا ياخدوا الجرعة الكافية من تعلم أساسيات كرة القدم قدروا يطبقوا منظومة لعب جماعية سواء على مستوى المنتخبات الشباب والناشئين لحد ما وصل الفريق الأول بمدرب وطني بيتقضى 4000 يورو فقط في الشهر قدر يعمل بهم الشكل يمكن بالمناسبة قبل ما ندخل على الهواء على طول كان عندهم فرصة رائعة يمكن شوفناها ناوة أحمد في الفاصل قبل ما ندخل فرصة رائعة في العرضة كانت هتنهي اللقاء في الديئة 92 ولكن سوق حظ كبير لمنتخب كابفيردي من 4000 يورو إلى 240 ألف يورو يتقضاها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمتخبنا الوطني السؤال اللي جاي وهبدأ بعد الفاصل بأحمد مصطفى يعني الطريق للي فيتوريا راح فين إلى الرحيل أمن البقاء ولكن بعد الفاصل رجالك ناني بعد الفاصل وما زال في دفطي اتنين من النقاط أراضيين والمحللين المتميزين أحمد مصطفى وابلال محسن وكان سؤالي ليه أحمد مصطفى قبل الفاصل عن من 4000 يورو إلى 240 ألف يورو من تعرف ما أسودي طبعا روي فيتوريا بيأخذ رتب كبير جدا 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 وبرغم من الرتب الكبير هو محققش حتى أقل طلب طموح لنا وهو كاسوة أفريقية وأعتقد أننا أكثر المنتخبات تحقيقا بطولة أفريقية فأعتقد ده من ضمن الحاجات اللي عليه علامات السفام كبيرة ومشوف أن مدرب زي جوزيبو سيرو طبعا جوزيبو سيرو اللي هو مدرب نادي الأهلي السابق هو أحد المدربين البرتغاليين الكبار ناجح مع المنتخب الناجيري وبيقدم أداء مميز جدا بالرغم أنهما انتقدوه في تصفيات كاسر العالم وحق أنطين بس لكن جوزيبو سيرو من مدرسة عندها خبرات وكمان لما درب مع نادي الأهلي فيه أعتبر كرة عربية وكرة أفريقية اكتسب بعض الخبرات وده باين جدا في تعامله بعد المباراة الأولى مباشرة أمام غينيا لما خسر المباراة الأولى شفنا أن جوزيبو سيرو بيقدم أداء مختلف تمام بعدها غير طريقة اللعب وهنا الزكاء الشديد جدا يبقى المدرب عنده مرونة وده المدرب الكبير لكن احنا شفنا أن فيتوريا كان بيعنيت فوقات كتيرة جدا سواء في اختياراته سواء في طريقة اللعب سواء حتى في الأداء منتخب المصري أنا بشوف أنه معروي فيتوريا بغض النظر على الراتب الكبير فيتوريا ممكن يكون اسم كبير جدا وسيفيك كوي جدا لكن هو باين أنه ما عندهش خبرة أفريقية تماما وده ظهر أكتر في البطولة فأنت لما بتيجي تدور وقلنا المحق الأساسي له هو البطولة الأفريقية طيب خلينا نخش في الموضوع مباشرة عشان هروح في نفس السؤال لبليل محسن يستمر أم يرحل يرحل طبعا طبعا مدرب ممكن يكون سيفيه كويس لكن مدرب أندية مش منتخبات منتخب المصري يستحق مدرب كبير عنده خبرات أفريقية على الأقل أو عربية يقدر يقود المتخب المصري لطموحات كبيرة للشعب المصري كله أعتقد طموحه الطبيعي جدا نكسب بطولة أفريقيا طبعا في زل السكواد القوي جدا اللي موجود مع المتخب المصري وكمان الوصول الكاسر على وده حلم كبير جدا وأعتقد نحنا متصدرين المجموعة بتاعتنا فرحيل فيتوريا طبعا ده الأنسب بالنسبة لي نكس سؤال يعني يمكن طبعا كبير محمد الكلام عن تجربة فيتوريا مع منتخب مصري أعتقد برضو المرتب ولا تنشي أعتقد في رحيله أمقاوة هي فكرة يعني فكرة المرتب تكشفت بشكل كبير جدا بعد ما أفصح الجميع عن مرتبات المدربين الوطنيين اللي قادوا المنتخبات بتاعتهم للوصول للأدوار المتقدمة فبقى موضوع المرتب خليمات المدربين دي في أوروبا ميخدوش على الخامد البلد حتى كل المدرب الأهلي بالزبط يعني يمكن هنا في مصر رغم مشكلة العملة الصعبة ولكن بتلاقي أن الأندية والمنتخبات بتدفع أرقام كبيرة جدا للمدربين وما فيش نجاح يعني ممكن المرتب دي يهون عليك شوية دفع مرتب كبير أن يبقى فيه بيحقق نجاحات ولكن أنا بشوف تجربة روي فيتوريا الرجل ده واحد من أسوأ من تولوا تدريب منتخب مصر يعني على مدار التاريخ الرجل ده أرسى مبدأ الظلم ما كانش عادل في اختياراته أبدا لا في اختياراته في قائمة المنتخب خلى منتخب مصر رسخ لقعدة أن منتخب مصر محجوز لأسماء معينة يعني أحمد حجازي عائد من إصابة طويلة لسه ما شاركش وشاء وكلنا شفناه في مباراته أمام النادي الأهلي في كاس العالم وواضح أن اللاعب رغم قيمة القيمة الكبيرة لحمد حجازي على المستوى الفني ولكن اللاعب غزبا عنده معزول لسه رجع من إصابة جابه من الدار للنار أصل على أداء عبد المنعم خلي بالك عبد المنعم ده واحد من أهم اللاعب في نوجة نظري بالظبط ونفسي أشوفك عبد المنعم في نادي في الأندية الأوروبية الزغارة أو حتى تبدأ بها في كده الأندية كبيرة لأنك تستحق هو حلم وطبعا أنه يحترف في دوري أوروبي كبير أثرت على الصناعية الدفاعية أو التركيبة الدفاعية بشكل عام أحمد فتوح وابتعاده عن المشاركة لفترة كبيرة طبعا مع نادي الزمالك والمشكلة الكبيرة اللي دخل فيها أحمد فتوح كان نقطة مهمة جدا وكان أهم نقاط قوة منتخب مصر لو تفتكر كابتا محمد أهم اللاعب في المكان كنت أتكلم مع محمد صفا يعني بعيد عن الهوى دايما يعني على الفتوح تحديد حديدا فتوح وصل في الأوقات كان أهم اللاعب في المنتخب المصر في بطولة الـ 21 في الكاميرون وعمل طبعا أشهر مبارياته أمام المغرب على أشرف حكيمي أعلم أن محمد حمدي يعني مستوى محمد حمدي يخليك بالنسبة لك أن فتوح حتى لو وهو بـ 50% تضطر تأخذه عادي جدا لأن محمد حمدي كلاسيكي يعني هو حمدي حتى محمد حمدي كان الرجل بيأخذه على أسنة وبيدفع كويس لكن محمد حمدي بالأسف برضو في البطولة لا أقدمش الأداء الدفاعي ولا الأداء الهجومي أبدأ ماتش بحمدي ونطلعه وننزل فتوح بعد كده أبدأ بفتوح وننزل حمدي ماهدي من الخطايا ماهدي من الخطايا بتاعت الرجل أنه كان داخل البطولة ومش محدد أصلا اختياراته للتشكيل الأساسي بدليل أنه غير في وسط الملعب بتاع 3 أو 4 لعبين إيه السببب غير في هو ما كانش عنده ما كانش عنده طيب سؤال برضو لو كنتو الاثنين مين قولي 3 أو 4 لعبين كان مفروض يبقوا أحق بالتواجد عن لعبين تنين ما بديه في المنتخب يعني أنا لو أختار أنا كنت أحمد مصطفى أو أنا لا أنتو الاثنين ابدأ أنا أقوله فكرة ابدأ ابدأ أنت أنا كنت أشوف أنا كنت أشوف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا كان يستحق مكان في المنتخب وده ظهرت في المباراة الأخيرة مكان مين يعني مكان محمود حمادة أو مهند لاشين يعني أنا كنت أشوف أن محمد إبراهيم أحق مثلا على سبيل المثال أحق من محمود محمود إبراهيم ق supernatural ela بالظبط كان اسمه منتخب محمد إبراهيم فأنا كنت أشوف أن محمد إبراهيم كان يستحق مكان في المنتخب كنت أشوف محمد شوكري زهير أيصر سيراميكا كليوباترا فكرة خالب اليوم على فكرة في تويت تلع فيديو قال الكلام ده فعلا أن ممكن محمد بسام حارس مرمى. ولكن محتاجناه في البطولة. لكن دول الأسماء الأبرز اللي كنت أشوف أنه كان ممكن الراجل يأخذهم معاه. أعتقد أن بلالي قال فعلا السلاسي دولة محمد بسام كان مقدم مستوى كويس جدا في بطولة السوبر. وكان يستحك أنه يتواجد في حارس المرمى طبعا. ومحمد شكري برغم أن ممكن ما يكونش الخبرات عنده كبيرة. لكن أعتقد توجده في ظل مستوى محمد حمدي وطبعا فتوح عدم جهازيته. وكمان أعتقد محمد إبراهيم أو محمد مجد أفشي واحد من السلائي. أعتقد كان وجوده مهم جدا. لأن أنت في بعض المباريات كنت محتاج اللاعب اللي يقدر يديك الحلول. وأعتقد لولا إصابة مصطفى شلبي كان يستحق التواجد مع المتاخب المصر. واحد من اللاعبين الموايزين جدا. نتواجد عنده مصطفى شلبي واحد أحسن في مصر موجة نظري. أنا أتكتفي معك جدا. مصطفى شلبي لعب كبير جدا. كنت متابع وانا موجود في مكاني في فيتشر. كنت هو كان موجود في امبي وكلمتهم على انضمهم في فيتشر. لعيب وينجر محترم متميز عنده ستايل في طريقة لعبه. أتمنى إن شاء الله في اليوم اللي جاية يبقى مصطفى واحد من السياق. كابتنا أحمد حسن ميدو قال إن مصطفى شلبي أفضل جناح يعني شمال في أيصر في مصر. أتفل معه جدا. يعني لعب كبير جدا لما تسأل إن هو رمضان صبحي ومصطفى شلبي. طبعا مصطفى شلبي لعب كبير جدا وبشوفه لولا الإصابة. وأعتقد حتى هو كان سليم كان يستحق. وهنا دي كان من ضمن حاجات أفيتوريا اللي أخطأ فيها يعني إن هو كان واحد زي شلبي كان محتاج يشوفه في بعض المبادات عنده شخصية. بس خلاص كان توقيت الإصابة بتاعته يعني كان نحظه. دولا الأربع لعيبة اللي أعتقد كانوا يستحقوا تواجد في المتخب المصري. لعيبة تديك حلول وكمان يبقى عندك حارس جاهز. وانت من محبة عبد المنعم زي. عبد المنعم في 2000 مع كيروش لو تتكر كل بالي في المبرانة النهائية جاب وقال له تكلمه لو تتكر الديالوج اللي حصل بينهم هما الاثنين. وأن هو لازم يكون يبقى متواجد. الكلام ده من سنتين صح؟ في 2021. في 2021. داخل على ثلاث سنين. أعتقد أن الوقت. طبعا محترامنا كبير. نادي الآله فرق كبير وعظيم. وأي حد يلعب فيه شرف مع بعض الشرف اللي بعد جاب نادي الآله ده. بيبقى حق بطولات. بس موهبة بقيمة عبد المنعم. أعتقد أننا نتمنى نتمنى أن نشوفها في مكان تاني. يعني كابتن محمد. أنا محمد عبد المنعم. تجمع معلاقة من سنوات محمد معي من هو صغير جدا. محمد طارق. الحارس. بالمناسبة محمد طارق. واحد من أفضل الحراس. ومستقبله كبير جدا. شخصية محترمة. مركز ملتزم إن شاء الله. إن شاء الله. لو خد فرصة هيتألق. محمد عبد المنعم قال لي كلمة شهيرة بيني وبينه. قال لي أنا مش همشي من النادي الأهلي. غير لما أحقق بطولة أفريقيا. والله ده الكلام الأصل. وربنا قدر بعد كده أن يكون سبب هو في تحقيق بطولة أفريقيا. فمحمد عبد المنعم يا كابتن عنده ضغط نفسي كبير جدا. كل المحيطين اللي يعرفوا. اللي ما يعرفوش. لو دخل سوبر ماركت. بقى لعب كبير. لا. بيتكلم معه إنه هو لازم تحترف. طيب هو لعب كبير. يعني لو دخل يشتري حاجة. لو دخل يحط منزين. أنت بقيت حطت نفسك في الإخارة. أنك أنت بقيت نجم في المكان ده. اللي كنا مفتقدينه من زمان. بالضبط. فهو كلام الناس دايما معه. على أنه خامة تستحق التواجد في الملعب. وهذا التوقيت المثالي. إنه هو يحترف فيه. يعني لو فيه توقيت مثالي. يعني رسالة لعبد المنعم. وإن قائمين في ند الأهلي. رجل أدى وأخلص. حال فرصة أنه برضو يطلع. يعني ما هو ده. ما ده قدرنا. إنه صلاح والنن والنجوم المؤسسة. صفى محمد ومرموش. صفى محمد. يعني أكثرهم بزغ. ودي دجلة على طنطة. على الجيش. على الزمالك. صلاح قولين طنطة. مرموش دجلة. تفهم؟ نتمنى يعني. الفكرة فيتوريا. يعني هو يمكن. كان عنده خطايا في الملعب. ولكن هو قالت صريح مهم جدا. قبل البطولة. قال اللعب المصري في مصر. بيعامل كمالك. لذلك اللعب المصري. ما عندهش الدوافع الكبيرة. اللي تدفعه للاحتراف. وده اللي بيخلي اللعيبة. اللي بتخرج للاحتراف. بترجع تاني. تلعب في مصر. علشان. ما بتلاقيش نفس المعاملة. اللي كانت بتتعاملها هنا في مصر. في أوروبا. لأن أوروبا اللعيبة كلها. بتتعامل معاملة واحدة. ما فيش حد هناك. بيعمل مباراة مثلا. أو بيعمل شوت. أو بيحرز هدف. بياخد حالة التنجيم الكبيرة. اللي بتحصل عندنا هنا في مصر. احنا هنا بالنجم اللعيبة. في أقل. يعني ممكن اللعب يعيش على هدف. أو يعيش على مباراة. أو على شوت. في أوروبا مفيش الكلام دوت. لو عملت أكبر مباراة في عمرك. وجيت بعدها عملت تمرين وحش. انت على دكة البودلاء. أو خارج السكور. كلام ده مش موجود في مصر. فنتمنى أن الأندية كلها. تسمح للعبين بالاحتراف طبعا. علشان نوسع قاعدة اللعبين المحترفين يعني. ما زالت مباراة جنوب أفريقيا. والجاب فيرد مستمرة. لسه مقصدش. وانا فيكو طبعا بالأخبار. ضربة جزاء. ضربة جزاء. ضربة جزاء وليامز. وليامز عامل جنوب أفريقيا. خلابك ساعة. كاب فيرد لا تسعى. كاب فيرد لا تسعى. لا جنوب أفريقيا عشان وليامز. أنا تتوقع أفريقيا. عموما يعني قبل مطلع فصل. سؤال ده يجاوبني عليه أحمد مصطفى. عن صفقات نادي الزمالك. نادي الزمالك. بجلس دار المنتخب. بيشتغلوا في هدوء. جابوا صفقات مميزة جدا. هنتكلم عنها. ولكن. محمد قبل الفصل. رجائكم تاني بعد الفصل. وتكلمت قبل الفصل. عن صفقات نادي الزمالك. حتى الآن. حتى الآن. على أرض الواقع. زمالك أعلن عن تعقوده مع. عبدالله السعيد. وناصر مهر. ومحمد عاطف. لعب طنطة. ومهابي ياسر. لعب نادي الدخلية. زهرة. أحمد. طبعا شايف أن مجلس سنوات الزمالك. لازم أشيط بي جدا. عمل مجهود كبير جدا جدا جدا. في الصفقات. وده باين طبعا في كامل الصفقات الكبيرة جدا. والميزة. في مجلس سنوات الزمالك السنة دي. أو الصفقات في المركات والشتوي ده. إنه بيعمل في صمت. زي ما أنت قلت طبعا في المقدمة قلت. أنهما بيعملوا في صمت. في صفقات مهمة جدا. تمت في هدوء. ومن ضمنها. زياد كمال لعب أمبي. واحد من اللعبين المميزين جدا. وأنا براهن عليه. زياد كمال. بالضبط. زياد كمال. كمدير فني برضو. الإدارة لها وشأنها. طبعا. العلاقة بين تامر مصطفى وإدارة أمبي. مش أحسن حاجة بقالها فترة. بس مدرب كبير وكان. المتصدر الدوري مؤقتا يعني. ناخد الصفقات دي صفقات كاملة. وأعقب معلش تاني. طيب. ترافيس متابة طبعا. كنبالا سيتي الأوغندي. ده لعب تحت السن. عبدالله سعيد طبعا أحد اللعبين المميزين. كلمنا على عبدالله سعيد. يعني لعيب كبير جدا. يعني عبدالله سعيد. مش محتاج كلاما للعيب. لعيب أعتقد عنده خبرات كبيرة جدا. مش محتاج التقييم. يعني هو تأخر انتقال نادي الزمالك. لأن عبدالله نادي الزمالك. بيرغى في ضمه منذ أكثر من سنة. وأعتقد أن عبدالله سعيد. وجوده في نادي الزمالك. من 2017 خليباتك. بالضبط. أنا أتكلم في ست سنين أو خمس سنين. في سبع سنين. وجوده عبدالله سعيد في نادي الزمالك. هيضيف لقط اللبس. وده أكثر حاجة بالنسبة لي. ده الإعلان التشويق للنجمة عبدالله سعيد. طبعا. إن عبدالله سعيد وجوده في نادي الزمالك. هيبقى مهم جدا. كقائد طبعا. معك الشكبالة. طريق التقديم السنة دي. أنا شاهد طريق التقديم السنة دي. الزمالك تحديدا. أنا كمان عمل طريق التقديم اللاعبته. بشكل مميز جدا. نادي الزمالك فيه. شغل واضح جدا. كبير جدا. يعني مع المجلس الدولة الجديد. وأعتقد إنهم بيعملوا في هدوء. وبيجيبوا الصفقات. مهمة جدا. ومفيدة للنادي. وأعتقد عبدالله سعيد واحد من اللاعبها ديت. اللي أعتقد هيبقى إضافة كبيرة جدا للزمالك. يعني. وفكرة إن عبدالله سعيد كبير شوية في السنة أو 39 سنة. عنده خبرات. وبيعرف اتعامل ازاي في الملعب. وبيقدر يوفر مجهوده. وأعتقد دوقتي الكرة تغيرت كمان. وعبدالله سعيد العبيل المحافظة على نفسها. فأعتقد إن وجوده مهم جدا. يعني. أنا بشوف إن انتقال عبدالله سعيد لنادي الزمالك. وهو في عمر الثمانية وثلاثين. أنا بشوف إن ده نجاح لعبدالله سعيد. يعني. أنا بشوف المستفيد الأكبر من صفقة عبدالله سعيد. هو عبدالله سعيد نفسه. أنا متكلم على الأربعة اللي حتى الآن تحديدا. تم الإعلان عنه. يعني. أنا بشوف إن عبدالله زي ما محمد كان بيتكلم. عبدالله لعيب. قدر يحافظ على نفسه. بيتمرن كويس. أو بيشتغل على نظام غذائي. بيشتغل على تمرينه. وقادر كمان يروح لأرقام بعيدة جدا. على المستوى الفردي في الدوري. فأنا أعتقد أنها صفقة مهمة جدا. لنادي الزمالك. هتفيد النادي. وأعتقد أن النادي الزمالك. هيقدر يستفاد من عبدالله على الإسانة نفسه. ناصر ماهر. مشكلته في الإصابات. يعني. يمكن أنت قادر واحد بناصر. أنت تعاملت معه في فيوتشار. لعيب كبير. لعيب كبير. وموهبة طبعا. يعني. يعني. فوقت ملاوات. ويمكن كان حظه وحي شوية. كان بيتتكرر إصاباته. ولكن ناصر لو قدر يستعيد الفورما. اللي ظهر عليها في بداياته مع النادي الأهلي. أعتقد. والفترة بتاعت. سموحة نهاء الكاس أمام الزمالك. تبقى أفضل مباراة في تاريخ ناصر ماهر. أعتقد أن ناصر لو قدر يستعيد المستوى دوت. كرته هتليق قوي على طريقة لعب نادي الزمالك. وبشوف أن زياد كمال ومحمد شحاتة الاتنين دول. سيبقوا مهمين جدا في تشكيل نادي الزمالك في وسط الملعب. ناصر ماهر طبعا إضافة كبيرة جدا نادي الزمالك. لعب عنده شخصية. ولعب عنده إمكانيات كبيرة. وعنده الهدوء. ودائما كنت بقوله حتى لما راحل عبدالله السعيد من نادي الآلي. وقلت أن ناصر ماهر من العبيد المميزين. اللي أعتقد مهم جدا توجدهم حتى في المنتخب المصري. لأنه يستحق الفرصة دي. ممكن يكون تأخر انضمامه كسيرا للمنتخب المصري. وأعتقد أن وجود فرصة زمالك هتبقى صفقة مهمة جدا مفيدة. مع أحمد حمدي برضو أحد اللاعبين المميزين. طيب معي حساءات ناصر ماهر لعب عبدالله السعيد الأول. عبدالله السعيد لعب 184 مباراة. سجل 47 صنع 44 مخدش بطولات. السنة دي لعب 15. سجل 2 صنع 1 بطولات مفيش. ناصر ماهر لعب طبعا المسلم الجاري 8. سجل هدف وصنع هدف. ناصر ماهر مع النادي الأهلي لعب 44. سجل 3 صنع 3. مع فيوتشر لعب 58 سجل 7 وصنع 7. مع اسموحة لعب 65 سجل 9 وصنع 16. أعتقد أن دي حاجة من الحاجات مميزة جدا. نادي الزمالك هقابله أزمة كبيرة جدا. اللي هي؟ بسبب أن فيه أكثر من لعب. في مكان واحد. طبعا التعاقد معهم في مكان واحد. أعتقد من ضمنهم أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة. طبعا وموجود أصلا. صفة روج عفر كمان. فأعتقد هيبقى فيه أزمة كبيرة جدا. للأجهز والأفضل. طبعا الأجهز والأفضل يبقى مهم جدا. طبعا مع التعاقد مع مدير الفني برتغالي جميز. وأعتقد هنا هيبقى فيه أزمة من دوجة نظر. فهل أحد اللاعبين دولا ممكن أن يقبل أن يعد على ديكة البدلاء؟ هنا هيبقى يقدر طبعا المدير الفني يحل اللغز هذا. أحمد عطف ومهابي ياسر. استكمالا لكلام أحمد. هو الذي ساعد الزمالك في الخروج من أزمة تعدد اللاعبين في نفس المركز. موضوع القد الأفريقي. أنه ليس كل اللاعبة ستلعب في أفريقيا. فأعتقد أن اللاعب زي أحمد حمدي سيبقى عنده فرصة المشاركة. مع الزمالك في الكنفدرالية. على عكس عبدالله السعيد وناصر مهار الذي شاركوا مع أنديتهم. فأعتقد أن دي ستبقى خروج مؤقت من مأزق التعدد اللاعبين. اللي كلهم يلعبوا في نفس المركز. محمد عاطف أنا تفرجت عليه مع طنطة. لاعب واعد جدا. لاعب بالظبط. كل اللي يشوفه حتى من غير ما يسمع كلمة مصطفى فتحي. هو يشبهه بمصطفى على طول. لعب خفيف وسريع ومهاري. وبيقدر يشتغل على الجول بشكل كويس قوي. النادي الزمالك استثمر فيه. يعني ممكن بعد كده يديك. سواء يجي له عرض احتراف خارجي. أو تقدر تستفد منه في الفريق. مهاب ياسر برضو. يعني مهاب بقاله فترة. كان في إنبي ومشي من إنبي. راح للدخلية. ما كانش بيشارك كتير. ولكن مهاب كان مع منتخب مصر بالمناسبة. وأحد اللاعبين اللي كانوا من نواة الجيل. بتاع ناصر ماهر وحمد حمدي. كان معهم في نفس المتخب المشروع كمان. بالضبط يعني فمهاب لو قدر يدخل مع المجموعة. اللي انضمت لنادي الزمالك. أعتقد هيفيد نادي الزمالك. النادي الأهلي وسام أبو علي. سيريوس سويس. سيريوس. السفقات. هنتكلم النهاردة على الأربعة. تم اختيارهم. طيب يعني فيه. احنا قلنا ياسر حمد ده كمان بالمرة. ياسر حمد ده كان قبل كده يجي مع نادي مصر. كان موجود نادي مصر بساك. ومش راح قطر بعد كده راح الهند. سفر وجعفر. انت عارف رجع منين. شحاتها ده برضو من اللعب المميزين. إن شاء الله تمنوا التوفيق. يعني الأهلي. وسام أبو علي وعمر كمال عبدالوحيد. طبعا صفكتي مؤمن جدا. ونادي الأهلي بشتغل بطريقة. مؤمن جدا رد على فنيا. من ناحية. من ناحية أنه نادي الأهلي بشتغل بطريقة. مختلفة تماما عن الفترة السابقة. في وجود كولر. نادي الأهلي بتعاقد مع اللعبة اللي محتاجها فنيا. في المراكز اللي عنده نواقص فيها. نادي الأهلي طبعا أكيد. وحنا نتكلمنا كلنا. وكل الجماهير. إنه ده اللي محتاج مهاجم. بعد طبعا أداء مودست. اللي ما كانش أفضل حاجة. طبعا مودست في الآخر بدأ. يعني مستوى طبعا يطور شوية. لكن. وسببه علي من المهاجمين المميزين جدا. لأنه هو يعني مزيج ما بين كهربا وما بين مودست. اللعب المهاجم اللي بيلعب رقم تسعة. السريع اللي بيلعب إنه كويس جدا. ومتحرك وبيلعب على الأطراف. فأعتقد إن أسابه علي. لو عنده توفيق. هيبقى صفقة مهمة جدا نادي الأهلي. همار كمال عب واحد. لعيب جوكر. لعيب تألق كثيرا. كبير وملعب مبتازي. ولعيب إضافة كبيرة. شخصيته مناسبة نادي الأهلي. وأعتقد إنه هو مزبوط. فأعتقد إنه همار كمال عب واحد. إضافة برضو مهمة جدا. وتواجده كلاعب سواء باكريت أو باكليفت أو حتى كجناح. فهو مركزه الأساسي. مهم جدا نادي الأهلي أحيانا بيحصل له بعض الأزمات في بعض اللعيبة. لأن نادي الأهلي عنده. حتى كمان هم عمد طاحب حلها كم مرة. بالضبط. وبعد طرد محمد حمدي عمر كمان لعب باكليفت. فعمر كمال حل مهم جدا نادي الأهلي برضو من ضمن الصفقات الممهيزة. نقص السؤال تعقيمك على صفقات نادي الأهلي. يمكن أن أرى أن أسمى أبو عالي بروفايل مشابه شوية لبروفايل وليد أزارو. لعيب خفيف وسريع بيضوك كويس أوي. يعني يمكن أنا حست من الأداء أو مردوده في مبارات المباراتين والديني. اللي خده من نادي الأهلي في معسكر الإمارات. أنه مشابه شوية لطريقة لعب وليد أزارو. لعيب خفيف. قدر يحصل بالمناسبة في المباراتين في كل مباراة على ركلة جزاء. وقدر كمان يعمل أسست الهدف في المباراة الثانية. فأعتقد أن جمهور النادي الأهلي كله متعشم خير في وسامة أبو عالي. ولكن قبله سوق حظ شوية. النهاردة جاله شد في العضلة الخلفية. ممكن يحرم النادي الأهلي من خدمات وسامة أبو عالي شوية في الأول. ممكن تعطله الإصابة أسبوعين أو ثلاثة. نتمنى أنه يرجع سريعا. عمر كمال عبدالواحد أعتقد أهمية وجوده في النادي الأهلي. أنه هيحل أزمات كتير أوه في الملعب. دور الهجوم الكبير الذي يقدمه عالي. فأعتقد أن عمر كمال يقدر يشارك كباك ليفت أو باك رايت. أو حتى على سواء الجناح الأيمن أو الأيصر. عمر يمكن أنت تعملت معه عن كورب في فيوتشار. كان أحد نجوم الفريق. فأعتقد أنه إضافة مهمة وكبيرة جدا للنادي الأهلي. إلى صفقات نادي بيرامد سريعا ونادي زد. ولكن بعد الفرص. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ونجيب بلال معنا. ويليامز حارس كبير جدا. طبعا الفريتين ضيعه. يعني لغاية آخر الضاردة طبعا. صد فعلا. بس أنا أتكلم أن ويليامز حارس مميز جدا. وأنا قلت أن أشدت طبعا مجلوب أفريقيا أن هم مقدمين أداء مميز جدا. وأي نكمل فريتين. قبل كده أهلي نيجيريا وقرب أفريقيا. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا. حتى الدربات. كنا بنتابع ضربات الجزاء في الفصل. حتى ضربات الجزاء اللي مقدرش. ما نجحش تصدى لها. راح معها. وكان خلاص على مقريبا أنه يصدها. فأنا راه أنت على جنوب أفريقيا بسبب ويليامز. حتى أنا قلت لك جنوب أفريقيا بسبب ويليامز. فهو واحد من أفضل حراس القرى بالمناسبة. بيلعب برجليه كمان بصورة مميزة جدا. خلص 2-1 دربات الجزاء. والملفت للنظر. الملفت للنظر أن الفرقتي ما بيعرفوش يشوته. ضياعه كتير قوي. وعندنا كده مربع زهبي بالمناسبة. أربع فرق. فازوا باللقب قبل كده. مربع زهبي. طبعا. كودفور 2 على مال 2-1. جنوب أفريقيا 2-1. بس بدربات الجزاء على رأس الأخضر. كده جنوب أفريقيا تلعب ناجيريا. وكودفور تقابل كونه. طبعا مجهتين. كودفور كده خلاص في النهائي. أنا شايف كودفور في النهائي. أتوقع برد توقع عشان تخسر. أتوقع كودفور هي بطلة النسخة الحالية. بالرغم من قوة ناجيريا. لكن بالرغم من قوة ناجيريا. يبقى خسرتين. بالرغم من قوة ناجيريا. وأداءها الكبير. لكن كودفور. أنا متوقع أن يضحق البطول. أنا متوقع أن ناجيريا بطل النسخة الحالية. من الكان. وأتوقع الكونغو كمان. ستبقى طرف في نهائي. المباراة النهائية أمام. ولكن المرثة للنظر. كابتن محمد أن الأربعة فرق. اللي وصلوا للسيمي فاينال. الأربعة حصلوا على اللقب قبل كده. الكونغو جنوب أفريقيا ونيجيريا. الكونغو برزمين. بالضبط 74. الأربعة فرق حصلوا على اللقب قبل كده. فكل واحد ستبقى دافع كبير. اللي أنه يحقق بطولة تانية في تاريخه. أحمد صفقاتنا دي بيرامز. مروان حمدي لعب من مصر برسعيد. ومحمود زالاكا لعب سرابيكا. أنت من زمان معجب بزالاكا تحديد. طبعا. زالاكا أشهدت بيه قبل كده. لعب مميز ولعب سريع ولعب مزعج. ولعب أثبت وجوده معداد سرابيكا لبطرة. وقدم مبرات كبيرة جدا. وأشوف أنه من اللعيبة الموهوبة. لعب محتاج فقط أنه يشتغل. فقط أنه يطور حتى لو يلعب على المرمى كويس جدا. هو لعب جناح مميز جدا. محتاج يطور حتى لو يلعب على المرمى كويس. مران حمدي من الصفقات المهمة. وأشوف أن نادي بيرامز يستطيع أن ينجح في أنه يتعاقد مع مران حمدي. مهاجمين من المهاجمين اللي أعتقد كان متقلق في نادي المصري. والله طبعا المشكلة اللي عملها مع الجماهير. أعتقد كان سيكمل مع نادي المصري. ورح بكيما مالية كبيرة. وصفقة مهمة جدا برضو في نادي بيرامز. لكن بيرامز بالنسبة لنا لغز. يعني بالنسبة لنا لغز كبير جدا. خليني بالنسبة لغز. أسأله برضو وديله جزء من الحوار. لابن العصفور اتحقق لأي مطلب في بيرامز. سواء لعبين أو مدير فني. الآن باتشيكو باي باي. وفتح الله يتولى المهمة مؤقتا. إلى أن شكلها برضو في طريقة إلى مدير فني أجنبي. يعني يمكن هو الموضوع في إدارة نادي بيرامز. أو كيفية إدارة فريق كرة القدم في نادي بيرامز. بيدير الفريق بطريقة علميا. أو حتى على المستوى الرياضي. طريقة ليست صحيحة. ما فيش فريق بكل ما يظهر لاعب في مركز. يعني إحنا كنا على سبيل المثال بنتكلم عن ذلك. أنت تعاقدت مع ذلك. وانت عندك في مركزه رمضان صبحي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى. عندك أربع أو خمس لعبين تقال جدا. وابراهيم عادل طبعا. تعاقدت مع ذلك عشان يبقى لعب رقم خمسة في المركز دوت. عندك في وسط الملعب. تعاقدت مع أربع أو خمس لعبين في بداية السيزن. تعاقدت مع رباعي دفاعي. وكل ما يظهر. مش دي الطريقة ولا دي الكافية. ما فيش فريق بيبقى كل نجوم. لازم يبقى في وقت من الأوقات. الأهلي داخل الملعب. ودي الأدوار حتى اللي بنشوفها في الفرق الأوروبية الكبيرة اللي بتحقق نجاحات. ريال مدريد حاليا عنده إصابتين كبار جدا على مستوى خط الدفاع. ومع ذلك ريال مدريد مرحش جاب صفقات في المركز. وكان عنده شهر يقدر يعود لعب. ولكن منظومة العمل الجماعي داخل الملعب اللي بيطبقها كارلو أنشلوتي. قالت إن الفريق مش محتاج لعب من بره. لسه يقدر يحفزه طريقة اللعب وفلسفة لعبه. دي مهمة جدا بلالها أن أنت بتجيب لعيب عشان هو. قدامنا دقيقة. قدامنا دقيقة طيب. أنت بتجيب لعب. أو فرصة بالنسبة لك إنه لعب كويس. ولا أنت جايب لعب عشان أنت أصلا محتاجه فنيا. وده المهم جدا. برابس عنده خط رس قوي جدا. وليد الكارتي وبلاد توريه. ومهاند لاشين. ومحمد رد بوبو أعتقد كان موجود سفره. رغم كده المصري مع كبتر علي مهار المكافح والمكتاد والمتميز فاس عليهم. بمناسبة المصري لازم أشيد بلاعب مهم جدا. لازم يستحق الإشادة. ميدو جابر. ميدو جابر بيقدم موسم كبير جدا 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 جدا. لسه يتكلم مع كبتر علي. أعتقد هو سبب من أسباب الأداء المبايز جدا. وصول المصري المربع الزعب فيه بطولة كاس الرابطة. ميدو جابر من اللاعبين الموهوبين المهاريين. وأعتقد نقدم أداء كبير جدا. أنا أحساسي أن سراميكا كل بطلة تبقى بطلة للمرة الثانية. سراميكا برضو. سراميكا أفضل فريق بيقدم كرة قدم. أنا اختلفت معك على فكرة أولا. لما قال جنوب أفريقيا. اختلفت معه لسه إله كده. قلت له ما أنا كنت هقول لفسي. المصري المستحق. المصري ممكن علشان طريقة لعب الكابتر علي ماهر متوازنة شوية. إنما أيمن الرمادي بيلعب كرة هجومية. كرة مفتوحة. أفضل اتنين مداربين في مصر حاليا على الساحة. الاتنين يستحقوا البطولة. ولكن أنا فريق المفضل. بعد النادي الأهلي في الدورة المصري. ما بفوتلوش مباراة. فريق سراميكا كل بطرة. بيقدم مبارايات. وبيمتعك كمان. وأعتقد أن من أسباب تمسك سراميكا بمحمد بساب. بسبب أن هم بيعملوا فريق قوي جدا. وأن هم خلاصوا وسطوا المربع الزهبي. يبقى عندهم طموح بعد ملاعب بطولة السوبر في دبي. أو في الإمارات. أعتقد الموضوع بالنسبة له مختلف تماما. في ثانيتين مصطفى شبير يلعب ويبقى أساسي. أو ممكن يبقى في حارس ثانية. أنا وصك في مصطفى شبير أن يكون الحارس الأساسي للأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله. وصك في مصطفى شبير طبعا الحارس الأساسي. وهو موهوب. وعنده مكانات كبيرة وعنده شخصية. ولو في حارس إن الأهلي إدري يبقى موجود مع مصطفى شبير طبعا الحسومة لأي موقف. أتمنى. بلال شرفتيني قولي. أنا كنت أتمنى لو في حارس كان يبقى قابل القادة الأفريقي. ولكن بعد ما القادة الأفريقي قفل فأعتقد ما لا يزدعي. بلال شرفتيني ونورتيني. هذا الموصول إن كنت موجود معك كبير محمد حبيبي. حمالك الإنفراضات وطوقعات الخسر. أحمد مصطفى. قولي. حبيب كبير محمد وبسوط جدا اللي كنت معاك. ومبسوط جدا اللي كنت موجود مع بلاك. أعزائي المشاهدين بكده نكون وسن ختم حلقة اليوم من الرومنتادة. بكرة يعود العالمي أحمد حسن بيدو إلى مقعد الرومنتادة في الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.